خلال الافتتاح هذا المشروع قال الرئيس رغم أن موضوع الرمال السوداء معروف في مصر من 90 سنة فاتت لكن فكرة المشروع بدأت من 5 سنين فقط بدأت الدولة تشتغل على درسات الجدوى اللي أخذت 3 سنين وكان سيادة الرئيس على اطلاع دائم بسير المشروع وحجم الاحتياطي الموجود من الرمال السوداء والقيمة المضافة كمان للمعادن اللي بيتم استخلاصها من هذه الرمال وأنتجها من هذا المشروع خلونا نشوف مع حضراتكم دلوقتي جزء من كلام سيادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم أولا نسمح لي أقول أنا كنت يعني سعيد باللي أنت قلته ولكن أنا عايز توضح للناس في مصر اللي بتسمعنا للوقت وتشوفنا الحكاية داية بدأت إمتى؟ كتاريخ لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر يعني أنا عايز أقول لي ممكن أكتر من 80 سنة 90 سنة حيث حيث فأنا بس بقول ده أنا كنت عايز دكتور حمد يشير لي ده وعايز أقول لي إحنا لما تكلمنا في الموضوع ده من خمس سنين ما حدش كتير شجعنا يا دكتور حمد ما حدش شجعنا كفكرة يا دكتور مصطفى ليه لأن طبعاً الدراسات الجادوة خارت تلت سنين ومين حيدفع تمن حاجة زي كده أنا بقولي الكلام ده لينا كلنا كمصريين لكن بعد ما عملنا الفكرة ديت واتحركنا في المصار ده طب ما تتكلم أنت الأول على الموضوع وبعدين أبقى أعلق أنا فضل إشرح للناس شكراً لفهم عشان يفهموا الموضوع ده أكتر لأن إحنا يمكن أول مرة ناس تسمى حاجة مرمى للسودا في مصر المهاردة والله صحيح لما الموضوع يا شاز لي يبقى موجود ومطروح بقاله أكتر من خمس سنين ومحدش شجعنا لما رئيس الدولة المصرية نفسه يقول للمحدش شجعنا هنا الدولة بتقوم بمسؤوليتها هنا الدولة بتمد إدها للبحث العلمي وتقدر تتحمل وتفتح المجال كمان مستقبلاً للاستثمارات تحمل فكرة وضع خطط جدوة ودراسات جدوة لمدة ثلاث سنوات تكلفتها عالية جداً تحملتها الدولة علشان نقدر نعمل حاجة مختلفة فكرة استخلاص معادن رئيسية كتير هتفتح مجالات كبيرة جداً في الفترة القادمة للتصنيع لأن المواد الأساسية أو الرمال السوداء ممكن يكون فيها أكتر من ست معادن بتدخل فيه سناعات كتير جداً صحيح مظبوط كلامك وكنت بس أعزين وضح للناس لرمال سوداء عشان فيها معادن لونها يميل إلى لون الأسود زي المنايت والماجنيتايت والزيركون هذه المعادن موجودة فيه هذه الرمال كانت الرمال دي موجودة في مصر فيه 11 نقطة للتجمع بطول الساحل الشمالي لمصر على سواح البحر الأبض المتوسط بنبتدي من أبوئير من إسكندرية بنروح لحد رفح فيه 11 مكان فيه تجمع للرمال السوداء بالإضافة إلى أماكن أخرى موجودة فيه الجنوب فيه برنيس وأيضاً بالقرب من بحيرة ناصر دي أماكن لتجمعات الرمال السوداء موجودة من إمتى زي ما تبعنا موجودة من 90 سنة هذه التجمعات لكن مفيش حد فكر أنه يستغل كان فيه دراسات لكن زي ما اسمنا من الدكتور حمد ميرا دراسات حبيثة الأدراج فيه دراسات وفيه أبحاث بتتعامل لكن هي موجودة في الأدراج زي ما هي محدش بيفكر أنه ينفذها على أرض الواقع طبعاً زي ما تبعنا وعرفنا بيستخرج منها مجموعة كبيرة من المعادن وتدخل في العديد من الصناعات زي صناعات هيكل السيارات والطائرات والسواريخ والسراميك والأسنان وحاجات كتيرة جداً بتدخل هذه المعادن فيها وحجم الطلب العالمي عليها كبير جداً بالمناسبة هنا احنا لما فكرنا في هذا المشروع كان في ظرف خمس سنين دراسات جدوى وعلى طول بدأنا الإنتاج رأينا حاجات كتيرة جداً ودي مهمة جداً مش معقولة نكون ماشيين في مبادرات تحافظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من تأثير التغيرات المناخية وفي النهاية نعم المشروع ضارب البيئة لا رأينا البعد البيئي إلى أقصى حدود ودليل على ده الكراكة كراكة تحيا مصر هذه الكراكة الهولندية اللي جات مصر من شهر تمانية اللي فات مش اللي فات ده من شهرين يعني من حوالي سنة وشهرين وصلت بالفعل إلى البرولوس عشان تبدأ في هذا المشروع هذه الكراكة أكبر كراكة في العالم وجديدة من نوعها لأنها تعمل بالكهرباء ومش موجود منها غير اتنين بس في العالم كله مبدئين هي مصممة خصيصاً لهذا المشروع وموجود منها اتنين بس واحدة عندنا والتانية موجودة في كندا حاجة تانية وتبعناها دين بارح من كلمة سيادة الرئيس أنه حريص على صحة وسلامة العاملين في هذا المشروع المهم وقال حتى للدكتور حامد ميرة قال له لو أنتوا شايفين أن الناس اللي شغالة في هذا المشروع محتاجين أي إجراءات احترازية محتاجين أي حاجة يلبسوها محتاجين أي أدوات إحنا مستعدين نعمل ده حفاظاً على سلامتهم وكان ردد دكتور حامد أن كل هذه العوامل متوفرة عوامل الأمان وفي نفس الوقت برضو ما بنسمحش العمال أنهم يشتغلوا فترة أطول عشان يقدروا هم كمان يحافظوا على صحتهم الفكرة كمان أن إعادة إحياء لمنطقة الدلتة حماية طبيعية بدون تكلفة إضافية لشواطق الدلتة حمايتها من إشعاع وتطهيرها وحماية لها من التغيرات المنخية اللي كانت بتحصل في الفترة اللي فاتت وإلى إحنا طبعاً بنكلم عليها بقالنا فترة فكرة توفير خمس تلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الفترة دي دي حتفرق كتير جداً خصوصاً أن طبعاً إحنا شايفين أن المشروعات التنموية الكبيرة بتحاول في الفترة الأخيرة أنها توفر فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة مستدامة أو موسمية للعاملين أو للموجودين في الأماكن المختلفة عشان تقضي على فكرة الهجرة الداخلية اللي بتحصل الدولة بتحاول تحارب العشوائية اللي نتجت عنها عندنا كمان فكرة حماية الشواطئ زالة الأخطار من المعادن فكرة أن عندنا أكتر من مكان حيبقى يتم فيهم وجود استثمارات أجنبية كل ده يا شازلي حيفرق كتير في الفترة في الفترة الجاية في دي المنطقة وحيعملها إعادة إحياء وحيضحها على الخريطة الإقتصادية العالمية من وجود استثمارات أجنبية بكل تأكيد